التنظيم لا يمتلك باحثين وكتاب ومنظرين لما يفعلونه من وحشية ومن توحش بعمليات إرهابية هو كان مسؤول على هذه المراكز المختصة في إيجاد تلك الفتاوى الشاذة والرخص الفاسدة ويحاول أن يجعلها هي دليلا وتبريرا لما يقومون به مثل حرق الكساسبة كان له الدور الأكبر بهذا الموضوع موضوع سبي الأيزيديات، سبي المسيحيات العراقيات، سبي الشبكيات أيضا هو أفتى بموضوع يعتبر من الشذوذات الكبيرة عند هذه الجماعات التكفيرية هو أيضا أفتى بطلاق المرأة التي تنتمي فصال المعارضة السورية وبالتالي يجوز لمن يقتل زوجها أو لمن يمسكها أن يتزوجها بعد أن تعتد بحيضة واحدة هذه الفتاوى الشاذة تميز بها هذا ترك بن علي وبالتالي كثير ممن وقع في آثام هذه الفتوى الشاذة